شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتحاد بنوك مصر وذلك بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية استهدف البروتوكول تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر وتوفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية طبقا للقواعد والسياسات الداخلية المعمول بها في البنوك المشاركة وذلك بما يسهم في توسيع وتوفير فرص العمل اللائقة